إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في فلسطين يرفع عدد المصابين إلى 62 مصابا شفية منهم 16 في حين أجريت فحوصات لمصابين في بيت لحم لكن النتائج كانت إيجابية اليوم سجلت إصابتان إصابة في بطن الهوى لفتاة عشرينية نقلت إليها العدوى من أمها التي أعلنت عنها بالأمس والقادمة من الولايات المتحدة وإصابة ثانية لسيدة ستينية من قرية بدو ولم تعرف حتى الآن سبب الإصابة وهي ليست مسافرة ولم تأتي لا سافرت ولا إجت من السفر والمؤشرات تشير إلى إمكانية إصابتها بمحيطها أولادها يعملون في إسرائيل المتحدث باسم الحكومة في إيجازه اليومي الصباحي أكد ضرورة التزام المواطنين بقرارات الحكومة وتقييد الحركة إلى أكبر قدر ممكن وبين أن الحكومة ستصدر بطاقات لتحرك الموظفين العموميين عبر الحواجز دولة رئيس الوزراء فوض الوزراء باختيار الحد الأدنى من الموظفين لإدارة الوزراء وهذا الأمر يتم متابعته مع الوزير المختص لتسهيل أمورهم وتسليمهم بطاقات للحركة تسهل عليهم الحركة الحكومة ترى أن ما جرى في جنين خلال استقبال أسير محرر أمر مؤسف وخرق للتدابير الاحترازية والوقائية من الفيروس وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر في راستاني نفضيط النجاح رام الله